وزداد قلق الصحابة فتركوا أعمالهم وشؤونهم وأحاطوا ببيت رسول الله جلوسا عند مسجده يرتقبون الخبر ودنى وقت الصلاة فلم يخرج إمامهم ليصلي بهم فأشفق الصحابة فقال الحبيب المصطفى للصديقة عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت إن أبي رقيقا وأخشى إن قام أن يبكي ولا يحتمل أن يقوم مقامك فمر عمر يا رسول الله فقال إن كن صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فأمر أبا بكر فقام وصلى بالناس فرضا وآخر وثالث ورابع ثم وجد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من نفسه خفة في وقت صلاة الفجر فرفع الستار عن باب بيته وأطل بوجهه ينظر إلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يصلون صفوفا خضعا خشعا لربهم خلف الصديق فأضاء المسجد من نور طلعته عندما أشرف عليهم حتى قال بعض الصحابة لقد كدنا أن نفتن في صلاتنا لما أقبل رسول الله فأقاد أبو بكر أن يتراجع وأراد الصحابة أن يتلفتوا فأشار بيده الكريمة إليهم أن مكانكم ثم أرخى ستار بيته الذي على مدخل بيته قالوا وكانت آخر إطلالة لوجهه الشريف على أصحابه ودخل يعوده عبد الله بن مسعود وهو خادمه في بعض أصحابه فلما نظر إليهم روحي له الفداء قال آواكم الله حفظكم الله بارككم الله أيدكم الله نصركم الله أعانكم الله ودعوا المشفق على أصحابه صلى الله عليه وسلم ثم سلموا عليه وخرجوا قال صلى الله قال الراوي فوجد الصحابة فرحا لما رأوا إطلالته من على باب منزله وظنوا أن النشاط قد دب في جسمه فتفرق بعضهم إلى أعمالهم ولعل ذلك من رحمة الله تعالى بهم قالت السيدة عائشة وكان قد استعدنا أن يمرض في بيتها من بقية الزوجات فأذن له وجاء ذلك اليوم في يوم الاثنين وكان يومها قالت قبض رسول الله في حجرتي في يومي بين صدري ونحري قالت وكنا جلوس فأقبلت فاطمة تبكي لا تخطئ مشيتها مشيت أبيها فأكبت عليه وقبلته فقبلها فأسر إليها في أذنها فرفعت رأسها وهي تبكي وعلى نشيجها ثم أشار إليها فأكبت عليه مرة أخرى فرفعت رأسها وهي تبحك فقلت لم أرى بكاء أقرب إلى بحك من هذا ماذا قال لك أبوك قالت إليك عني فما كنت لأفشي سره في حياته ثم سألتها بعد انتقاله فقالت نعم لما أكببت عليه قال لي يا فاطمة إن جبريل كان يتعهدني القرآن في كل عام مرة وتعهدني هذا العام مرتين وإن أباك قد خير بين الدنيا وبين الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى وما أظن أو ما أراني إلا مقبوضا في يومي هذا فبكيت لذلك ثم أشار إلي فانكببت عليه فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وأن تكوني أول أهل بيتي لحوقا به فقمت فرحا بسرعة اللحوق به الموت يحزن فلما فرحت بخبر موتك يا سيدة نزهراء قالت إن خبر موتي هو تعجيل للقاء بحبيبي فهو عين الحياة عندي قالت سيدة عائشة وكنا من قبل شعرنا بحركة عند الباب نعهد جبريل يحدثها إذا أراد الدخول فاستأذن فدخل على رسول الله ثم سمعت رسول الله يقول له يا جبريل الرفيق الأعلى فعلمت أنه لن يختارنا قالت ثم أقولت ماذا جرائم الذي ما الخبر يا رسول الله فقال إن هذا جبريل أتى وقال إن ملك الموت على الباب يستأذن وإنه لم يستأذن أحدا من قبلك ولن يستأذن أحدا من بعدك وإنه يقول إن الله يقول ليقرئك السلام ويقول لك إن ربك قد اشتاق إليك أفيكون انقلابه إلى ربه المشتاق إليه موتا يا أصحاب العقول إن عين الحياة هي الانقلاب إلى الحي جل جلاله وتعالى تعظمته فلو شئت قبض روحك فألحقك بالرفيق الأعلى وإن شئت أبقاك ما شئت من الزمن فاختار الرفيق الأعلى ثم دخل ملك الموت فألقى السلام على سيد الأنام وقال يا رسول الله أتعدى لي قال دونك يا ملك الموت وترفق بقبض روحي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لملك الموت فترفق بي يا أخي يا ملك الموت رسول الله يشفق من الموت وآلامه فما حال الغفل الأموات وهم في صورة الأحياء لم يفكروا ساعة في ساعة النزع وما يحصل من سكرات الموت فأخذ ملك الموت ومن معه من الملائكة المشرفين بعلاج روح أشرف الخلق ينازعون أشرف وأطهر وأقدس روح في هذا الوجود من أخمص قدميه وبدأ العرق يتصبب من الجبهة الطاهرة كأنه حبات لؤلؤ بريح المسك والحبيب يمسح العرق من جبهته ويضع يده في إناء من الماء بجانبه يتبرد به وهو يقول آه 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 إن للموت لسكرات اللهم خفف علي سكرات الموت فينزل عليه ملك من السماء يقول له يا رسول الله إن السلام يقرئك السلام ويقول لك إنه قد خفف عنك سكرات الموت بضعا وعشرين سكرة وفي رواية بضعا وسبعين سكرة السكرة الواحدة أشد من تقضيع السيف فبكى روحي له الفدا ما بكى إلا من أجلي ومن أجلك قال اللهم فقل علي وخفف على أمتي كيف لا تهتز قلوبنا شوقا إليه كيف لا نفديه بأرواحنا كيف لا نفني أعمارنا في محبته كيف لا نملأ قلوبنا شوقا إليه كيف لا تهتز جوانحنا عند ذكره لا تهتزوانحنا عند ظل جوانحنا شكرا